ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن نادي النصر السعودي يسعى للتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش لعب نادي تشيلس الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ووفقاً لذات المصادر فإن إدارة النصر مستعدة لتقديم راتب كبير لزياش بهدف إقناعه بالانضمام إلى صفوف النادي السعودي ومجاورة كريستيانو رونالدو وأوردت التقارير الإعلامية نقلاً عن مصادر سعودية أن النصر يسعى للاستفادة من وضعية زياش غير المريحة في تشيلسي بسبب قلة مشاركاته خلال الموسم الماضي وأضافت المصادر أن اللاعب المغربي مهتم بفكرة مغادرة أوروبا وإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي ويبدو أن النصر على استعداد لتقديم عرض مالي كبير للنجم المغربي الذي يدرس هذا الاقتراح بجدية وأوضحت تقارير الفرنسية أن مهمة النصر لن تكون سهلة نظراً لاهتمام باريس سان جيرمان أيضاً بالتعاقد مع زياش حيث ترددت الأنباء عن رغبة الفريق الفرنسي في ضمه منذ يناير الماضي